هل يجوز الصلاة أمام المنظرة تقول بأن الناس يقولون إذا صليتي أمام المنظرة تختلف عليك القبلة أخت الفاضل هذا كلام باطل وكلام لا قيمة له وكلام يعني صحيح الإنسان إذا صلى قدام المرآة متعمدا ينشغل كيف يصلي قدام المرآة بينشغل لا الإنسان يجنب المرآة لكن إذا اضطر ما فيها شيء والقبلة ما تتغير عليه القبلة هي القبلة القبلة هي القبلة إذا كانت المرآة قدامها وصلها والقبلة قدامها ما تتغير عليه الحمد لله لذلك هذا كلام حقيقي لا قيمة له لكن الأفضل الإنسان لما يجي يصلي يصلي في مكان ما فيه مشوشات ما فيه مشغلات لأن الإنسان إذا صلى قدام المرآة بيشتغل بصورته اللي في المرآة هذه يعني تشغل عن الصلاة وتشغل عن الخشوع